نعم اللجنة الخماسية ما فكروش في دي جميل بس دي حاجة كويسة حلو احنا بحتاجين بقى انك تحط خطة بقول لي ايه شوف احنا متابعين طبعا تطورات مع وزارة الصحة وبنشوف ان الوضع الحالي لو فضل لغاية يوم كذا هنعمل كذا طيب لو التاريخ ده مثلا بقول واحد مايو لو فضلنا مثلا بالمعدل ده ونحنا حسب تصريحات الاطباء ان احنا في المرحلة التانية من فيروس كورونا ومرحناش من المرحلة التالتة فربما يكون في نسأل في مساحة لعودة النشاط يوم واحد مايو بقول مسلا فلو فضلنا نقدر نرجع واحد مايو يبقى هنتخلص المسابقة ينتجب عليك المسابقات لو رجعنا واحد مايو وما عندكش اي ارتباطات خلاص في افريقيا شكرا كله تأجل وما عندكش حاجة مع المنتخب شكرا كله تأجل طيب لو رجعنا واحد مايو تحتاج قد ايه عشان تفنش البطولة يقول لك والله احتاج مثلا شهر احتاج والله شهر ونص ده فينا سعدة شهرين ما انا بقول مثلا يعني حمد قشت نوعيك لأ بقول مثلا طيب لو والله وزيرت الصحة قالت لنا والله يا جماعة لأ واحد مايو ده لسه ما نقدرش نديكم القرار السليم لعودة نشاط رياضي ادونا لغاية 15-5 طيب هو ده الشغل هو ده الشغل ولازم ايه اللي يحصل بقى كل الكلام ده يبقى معلن معلن ليه انا بالنسبة لي ليه مهم يبقى معلن لان ما تديش فرصة لحد يفكر بس ولو فكرة في الغا نشاط لا وكمان عشان الناس طيبنا بتشتغل يعني لازم لازم يبقى معلن دي لا الحتة زي قد بالك لا 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 مهم عشان الناس لا عشان الناس اللي بتتابع لا طبعا ومن هعرف من ايه الناس اللي بتتابع بتشوف ان انت بتوسق انا بناقول لك نعم انا بناقول لك لا ما منفعش تقولي بتقولي وضع يا سيدة لا بخلي بالك جزء برضا خيبك يا محمد في دون هنا جزء معنوي ايهو عجبني والله التصريح بتاع المهندس فراج عامل لما قال هو قالها بشكل يعني ايه دارك جدا قال لك يليت نرجع الدوري عشان معنويات الشعب ترتفق صح كلامه مزبور جزء من الرياضة ايوه جزء من الرياضة انك بتحس نسبة طمقانينة اه طبعا الناس لما بتشوف ان المجال زي الرياضة ومجال زي الفن ومجال زي المسرخلات او اي شيء الامور دي مشية بشكل طبيعي بيتطمنوا خلي بالك سياك من الامور الانتقاد يعني فيه ترك تاني لا في جزء معنوي الحاجات دي مهمة في حياة الانسان بخلاف جزء الاقتصادي كمان فهم لك انا بتكلمة حتة ايه بتكلمة حتة ان المجال ده شغال بشكل ثابت او في محاولات جدة ان هو يستكمل ده بيحسس الناس حتة يبينتقضوا بس يقولك ايه لا ده فيه امل لان الناس اهو شغالة الناس بتحاول ترجع الدنيا زي ما كانت ونعيش حياتنا الطبعية فجزء مهم جدا على المسؤولين ان انت دايما تكلم الناس وتقولهم لا انا يوميا شغال مع التيم بتاعي ان احنا ان شاء الله بنأمل ان الدور يرجع وانت ليه احنا في بداية الفقرة بتيجي تقول لي جرعة التفاؤل او احنا افضل من اثبات ليه عشان احنا في الناس بتفراج علينا لازم تديهم امل لو الناس النهاردة عايشة من غير ما انت بتديها باركة امل لبكرة طب ما يفضل هو يشغل مع دماغه مع نفسه يقولك لا ما هو النهاردة محمد ما قاليش حاجة حلوة فبالتالي واضح كان محمد عنه حاجة بيخبيه علي اتفاهم قصدي وتبدأ بقى ايه الشكوك بالظبط تحب بقى حول الحلقة والكلام والموضوعات وفي حسابات اخرى احنا محتاجين ان احنا نقول يا جماعة احنا مخلاف سمعنا الدول الالماني راجع ومش راجع ودول انجيزي راجع ومش راجع طبعا منحب الكرة اربية وكل شي بس اكيب بنحب الكرتنا قبل اي حاجة تانية فبالتالي محتاج ان انت النهاردة تقول للناس الخطة بتاعتي انا النهاردة بلان ايه او خطة الف هيحصل كذا يوم كذا طب لو اتأخرت الكذا يبقى هيحصل كذا وانا يا جماعة اذا ربنا قدر لنا نرجع نقدر نخلص المسابقة دي خلال شهر ونص خلي بالك وعندك شغل هنا مهم جدا ايه هتنصك مع الاندية لا وفي نوط تانية تفضل لازم تنصك مع الاتحاد الافريقي طبعا عشان عندك اربع اندية او تلات اندية سوري تلات اندية بالعامة مسابقات افريقية فما تجيش مسلا مسابقات الافريقية تترحل لتمانية وتسعة وانت يا رب ان شاء الله ترجع الدور بإذن الله رايب واتخلص للدور في شهر سمع طب لأ وحاجة دا المهمة انت اول اذا النشاط رجع عندك في وجهة نظري هتلاقي كله رجع كله في العام هيقلد كله هيحاول يشوف اول واحد ياخد الخطوة يعني عالف احنا عاملين زي ايه زي اللي وارفين على الرصيف وعايزين يعدي الشارع بس كله خايف كله بس مستني ايه واحد بس واحد بس يبدأ يعد ياخد المبادرة ويعدي وهتلاقي كله تشجع وراه ايه وعد الشارع وراه اول اول ما تبدأ في مصر نعم هتلاقي في المغرب بيفكروا يبدأوا لنفس التراك معاك لازم يمشي معاك لان في بطولات افرقية بالزبط فهتلاقي ساعتها ممكن بقى الكافي يقولك ايه خلي بالك البطولات مش احنا اللي جاءنا خلاص البطولات هتتلاعب دورة مجمعة في نص يوليو اعمل حسابك وهيلزمك وهيكبرك فايه فكرة في ايه محمد فكرة ببساطة ان احنا محتاجين نحط اجندة او خطة بديلة تتعمل وكمان تنصك مع الاندية عشان برضو نقولها في بعض الاندية ممكن تقولك طيب والله شوف اوه ليه مصلحة عشان يكون صرحة ان برضو خلينا بصراحة احنا تكلمنا كتير او ان الوضع الحالي اكيد فيه اندية لها مصالح انا مثلا النهاردة عندك في ايطاليا كمان في اندية بصراحة كل كل وتاني بعيدا عن اللي بيتكلموا عن المتصدر وان حد هيكسل بطولة لأ انا فجرة نظري اكتر ناس ممكن تستفيد من الغير البطولات هي الاندية المهددة بالهبوط طبعا لنه هيجي يقولك انا خسرت مباريات كتيرة وما عنديش المساح ان نرجع النقط دي فلا الغي المسابقة او النهاردة نادي حابب ان هو يتأهل لبطولة قرية معتمدا على نتائج الموسم اللي فات الاساس ان احنا ننقذ الموسم بتاعنا عشان لا احد يجرؤ ان يدفع الفاتورة الفاتورة هتبقى غالية ومش غالية السنة دي لا للسنة الجاية كمان هتكمل معاك طبعا ومش تقدر ان انت تدفحها مرة واحدة ومش عايزين نوصل في يوم ان احنا نقول ان اقطاع الكورة في مصر لن يتم انقاذه الا لو اتحاد الكورة او الاندية راحوا خدوا كروض من البنوك زي ما اندية في اوروبا هتعمل عارسنا لما ياخد قرار بالتخفيض لمدة سنة من ابريل عشرين عشرين لمارس عشرين واحد وعشرين بس بنسبة 12.5% قرار قوى جدا ده سنة طبعا الناس في ايطاليا وفي بعض الدول الاوروبية خدوا قرار بس لغاية شهر ستة او سبعة لا وايه مع طاويد نعمل فلاشباك سريع كده للخطة اللي هي المفروض الخطة الامس اللي غاد دلوقتي في اوروبا وخطة يوفينتوس دي افضل خطة تحطت هي مبنية على ايه مبنية على تخفيض توفير 90 مليون يورو من مرتبات اللاعبين والجهاز الفني مع تأكيد ان اول ما النشاط يرجع يتم تعوضهم في المكافئات بما يتوازى مع الخصم اللي تم وده الاتفاق واتفاق انا شايفه عادل جدا وفير جدا عشان يتم التعاوض في الفترة ممكن يلعب فيه دوري بعد نهاية الفترة الاساسية بالزبط خلال البعشور لكن ارسنل خد قرار فعلا سنة قوي وطبع عايزي برضا نقول ان برشلونة خد العيبة نفسه خده قرار ب70% بس الادارة عايزة 80% قبل طبعا ما يخشوا بقى في السكة المشاكل اللي حصلت والتسجيبات والسرقة السرقة بتاعت الخزنة والكلام اللي برطوميو دخل فيه ده لكن ارسنل خد قرار بسنة 12 ونص في المية احسب بقى الموضي تعمل رقم كبير جدا وخالي بالك الرقم ده ما بيطلعش عطباطا لا حسبه الميزانية بتاعت كام وعندي ايه والتزامات ايه واقدر عيش لامتى وكمان لازم احط في بالي العمالة اللي عندي لانا عايز الاندية باللعيبة بالاجهزة الفنية بالقدارين يتكاتفهم لازم يحصل تكاتف والمبادرة تيجي من اللعيبة لان اي حد دلوقتي يجي يقولك لا انا مش عايز اخفض اوكي تماما اجا اقولك هنعيش ازاي هنعيش ازاي بعد 3 شهور ممكن لدي ما اشمعها مرتبك اساسا بالزبط لا وكمان خلي بالك انت الرياضة نفسها دي اصلا كلها معمولة للجمهور حقيقي الجمهور دايما هيفتكر مين وقف ومين ما وقفش واللي ما وقفش بيتصدر دلوقتي فمصدي هادي فكرة دايما الناس بش تنسى الحتة دي اللي برضو في الاخر الكرة طرفية اول ما تقال اسمه وتقاله انت لولا الكرة الاسبانية ولولا الفلوس اللي بتاخدها باسبانية الموضوع على طول وزيلا اوزيلا 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 هو عنده قصص تانية اصلا في انجلترا فمش موضوع مش مستحمل معك فهي مسئلة كلها تكاتف وتعاون من افراد من منظومة كلها جزء اختم معك في هذه الفقرة وهي متعلقة بقى بالتدريبات في المنزل واللعيبة والدور ممكن يرجع ازاي بنسبة كم ممكن اللعبة تستفيد بالفترة الحالية وطبعا بتختلف الامكانيات والظروف من نادي الاخر من اللاعب لاخر انا بس عايز اقول لي تعقيب على السؤال ده هو مرتبط طبعا بالسؤال بتاعك في بعض الانديه قالوا نحن محتاجين من ستة لتمن اسابيع عشان نقدر نحضر لعبتنا بعد فترة الراحة السلبية دي نحن نرجع نلعب كورة طب يعني بالله عليكم نفترض اتقال ان ممكن الكورة ترجع الاسبوع الجاي هل احنا نجرق نقول لو النبي يا جماعة عدونا ستة اسابيع اصلاح نحن نشو تحضرين لا انزل لعبوا خلاص ده بين المسلمين يا كريمة بتاخدش ستة اسابيع ما هكامل احترام يعني بين المسلمين اه انزل لعبوا خلاص حتى لو هتروح للمباراة باربعضاش للعيب بس ما عنداش حد لعدكة طبعا عندنا عندنا فيديو بصها قدامك وعلى الشاشة ده محمد هاني نعم احد النجون طبعا واحد لعبي النادي الاه يشتغل طبعا بيتدرب واكيد طبعا واضح جدا من التدريبات بتبقى مع اخصائي الفريق والاخصائي الأحمال اكيد اه طبعا عشان نهار للعيب ما تقدرش تعمل اي احمال بس المهم جدا الفتنس لها محمد عشان العيبة تبدأ تحافظ على موسيقى بس قاعدنا نتكلم بصراحة مش كل اللعيبة في مصر عندها الثقافة انه نقدر اعمل نفس الاسلوب اللي بيعمله لعيبة النادي الاهل لعيبة ناله برضو لحد ما الثقافة المفروض يعني والوعي عند الجهاز الفني مكمل معهم بشكل اكبر وشكل اعلى لكن المهم ان احنا نحضر نفسنا لازم كل اندية الدورة المحترفة تبقى محضر نفسها انه ممكن يتقلعها خلي بالكوا احنا النشاط راجع الاسبوع الجاي ساعتها مجيش تقولي لو والله اصل احنا كنا عاديين في البيت كنا عاجزة اه واحنا معملناش حسابنا فلو سمحتوا احنا مش هينفع نلعب ادونا تاة اسابيع هيني بقى ييجي بقى النقطة انا قلتها لك ربما يكون انا عند دينية اخرى بقى مش بخلاف بالزبط نحب نتكلم في ده انا عند دينية تانية اصل ده انا عايز استغل الموقف بالزبط عشان عايز الدور ده يتلغي فدي نقطة مهمة لازم اكيد ايه اللي ياخد بالو منها وده شغل مين شغل اتحاد الكور اتمنى طيب هو عموما لنيني فييلر مهتم جدا بالجانب ده لدرجة اوصل لمرحلة كان عايز يعمل مع كل اللاعبة وكأنه تدريب صباحي نعم زي ما بيحصل دلوقتي حتى في بعض الاندية الكبيرة اللي في الفترة حالية عشان هو عارف ان الفترة دي فترة صعبة جدا وحاسس بالتأثير النفسي والتأثير الفني والتأثير البدني على اللاعب المصري لو الفترة دي طولت عن كده وما فيش حتى تدريبات يعني عارف اول ما اطرحت فكرة ان ينزلوا خمسة 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 برموات فييلر كان بيفكر في ده من حوالي اسبوعين ثلاثة نعم بس هو محتاج طبعا لازم يخد يعني فيه اذن او لازم فيه ضق اخضر من وزارة الصحة عشان تقدر تعمل